اذا كان عندك مشكلة بتغطية الواي فاي بالبيت او المكتب فهذا الفيديو اليك اليوم بين ايدينا راوتر او موسع الاشارة او نقطة الوصول النيتس رقم الموديل الخاص فيه هو ال WF 2409E رح نقوم بفتح صندوق هالراوتر ونعمل مراجعة سريعة عليه وننتقل لجهاز الكمبيوتر لنتعرف على طريقة ضبط الاعدادات ومثل العادة يا شباب ابل ما مفتح صندوق اي جهاز الكتروني ياريت تعطونا لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا اول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية اذا اصدقائي مثل ما حكينا ببداية الفيديو هذا الجهاز هو اربعة بواحد راوتر رينج اكستندر موسع اشارة لاسلكي وكذلك الامر اكسس بوينت موسع اشارة عن طريق السلك بالاضافة لانه جهاز WISB ومثل ما حكيت لكم بهذا الفيديو تحديدا رح نتعرف على ضبط اعدادات هذا الراوتر كرينج اكستندر او اكسس بوينت بهذا المكان عبي اشرح لي عن بعض المميزات بشكل سريع انه الانطينات الخاصة فيه هي 5 dpi بالامكان اعداد شبكة للضيوف خاصة بداخل هذا الراوتر فيني اعمل اكسس كنترول للدخول لمواقع معينة او لاشخاص معينة يتصلوا بهذا الراوتر ميزة الـ QoS لحتى حدد البيانات لاجهزة معينة واضافة لميزة الـ IPTV المدعومة بهذا الراوتر من هذا الطرف من الصندوق شرح سريع لمداخل ومخارج الراوتر بالاضافة للكود الخاص بالتطبيق اللي عن طريقه فيك تتحكم بهذا الراوتر او الاكسس بوينت عن بود من الطرف الاخر للصندوق رقم موديل الراوتر بالاضافة للمواصفات التفصيلية لهذا الراوتر منها سبعة الشبكة اللانة اللي هي 100 وكذلك الامر البروتوكولات العاملة عليها في مجال الاتصال وكذلك الامر بالنهاية كاتب لي محتويات الصندوق اللي هلأ رح نشوفون بعد شوي من خلف الصندوق عبي يذكر لي خطوات الاعداد البسيطة اللي باربع خطوات فقط بتقوم باعداده لهذا الريبيتر او الراوتر يلي هي الخطوة الاولى الدخول على الموقع نيتس دوت سي سي او 192 168 واحد واحد طبعا هذا الشي هلأ رح نشوفه على الكمبيوتر عملية الاعداد بشكل سريع مثل ما انها شايفين وبالاضافة لرسم توضيحي كيفيني اخذ الانترنت بهذا الراوتر ووزعه لجميع الاجهزة اما عن طريق اكسس بوينت عن طريق الكابل واما عن طريق الواي فاي رينج اكستيندر او عن طريق برمجته كراوتر بالبداية كتيب للتعليمات طريقة الاعداد بشكل سريع وللاسف ما بيدعم اللغة العربية الراوتر منوضعه على جناب عندي كابل الشبكة ايثر نيت الار جي خمسة واربعين متل ما اننا شايفين لبرمجة الراوتر كذلك الامر عندي الترانس الخاص بالكهراء لتغذيته لهذا الراوتر التغذية الخاصة فيه هي 12 فولت 0.5 امبير الراوتر بين ايدينا اول شي منلاحظ ان الراوتر في عليه ثلاث هوائيات بتتحرك بهذا الشكل طبعا بجميع الاتجاهات بشكل سريع شرح للاضواء اللي موجودة عندي ضو البوار ضو تشغيل الواي فاي ضو اتصال الراوتر عن طريق الوان بهذا المكان اربع اضواء للشبكة اللي موجودة عندي او منافذ الشبكة اللي موجودين هون بالاضافة لضوء الو بي اس من خلف الراوتر عندي زر تفعيل ميزة الو بي اس او الغاءها مدخل الوان اللي عن طريقه فيني ادخل الانترنت عن طريق مزود خدمة انترنت عندي بالمنطقة وملاحظة مهمة جدا هذا المنفذ ما بيشتغل عندي بسوريا لانه خطوط الدي اسئل عنها نحاسية بالاضافة لاربع منافذ للشبكة بسرعة عشرة مية مدخل ترانس الكهرباء البوار بالاضافة لزر اعادة ضبط المصنع الموجود بهذا المكان بالضغط عليه المستمر لمدة عشر ثواني بيعمل ضبط مصنع كامل للراوتر وفرمته كاملة وبالتالي بتذهب جميع الاعدادات من خلف الراوتر عم يعرفني على طريقة الدخول للبرمجة عن طريق نيكس دوت سي سي او عن طريق العنوان 192-168-1-1 بالاضافة عم يقلي شو هي التغذية الخاصة بالكهرباء في 12 فولت 0.5 همبير بالاضافة لاصدار الفرموير الخاص فيه وهيك يا شباب ممكن استعرضنا الراوتر او موسع الاشارة بشكل سريع هلا مننتقل لجهاز الكمبيوتر لنعمل اعداد له اما كرينج اكستيندر موسع اشارة لاسلكي واما عن طريق كابل شبكة عن طريق راوتر اخر عن طريق كابل شبكة ليكون اكسس بوينت او نقطة اتصاب وهلا يا شباب انتقلنا لجهاز الكمبيوتر ووصلنا الراوتر على اللابتوب او على الكمبيوتر عن طريق كابل الشبكة بدخل لأي مستعرض انترنت عندي ويكتب بالعنوان التالي نيتس دوت سي سي متل ما انها شايفين وطبعا اكيد بالامكان تكتب العنوان 192-168-1-1 الاثنين رح يشتغلوا معك من لاحظ انه الواجهة عندي باللغة العربية وهي ميزة حلوة كتير بالراوتر بالاضافة لعدة لغات اخرى عمي اللي مرحبا بك في جهاز التوجيه نيتس رح نقول له ابدأ عمي يعطيني بدء اعداد طريقة الوصول وطبعا هاي الطريقة هي خاصة بتشغيله كراوتر ومثل ما ذكرت لكم يا شباب كراوتر ما بيشتغل عنا هون بسوريا لانه احنا عنا الخطوط نحاسية ADSL تمام عن طريق مقاسم الهاتف لذلك للأسف هاد ما بيشتغل عنا كراوتر بيشتغل عنا كريبيتر او مكرر اشارة تمام لاسلكي او اكسس بوينت نقطة اتصال لذلك انا هدول الخيارات ما ليشغل بيون رح اعمل تخطر بيخبرني هون شو بدك اياها لا اسم الشبكة رح سميها نيتس فقط وعب يسألني شو حابب تحط كلمة مرور لها الشبكة بعد ما وضعت كلمة مرور عم يقلي هون في عندي عدة خيارات لكلمة المرور ككلمة مرور مسؤول جهاز التوجيه تعيين كلمة مرور يعني رح تكون هي الكلمة خاصة بالواي فاي لهذا الراوتر ورح تكون هي الباسورد الخاصة للدخول للبرمجة والخيارات اللي تحتل منها ما لك شغل فيها نهائيا تعمل حفظ عاطيني خيار يرجع اختيار اذا ما كنت تريد تمكين الترقية الطارئة منعمل تأكيد من تلقاء نفسه بياخد هذا الخيار مباشرة وهلأ منعمل حفظ عطاني انه تم اعداد الراوتر بنجاح منعمل مكتمل وفي حال عطاني الشبكة غير متصلة بتجاهلها وبرجع بدخول على العنوان 192.168.1 او على نفس العنوان اللي هو needs.cc رح ادخل واعمل رفريش منلاحظ انه عطاني الواجهة بهذا الشكل بيقال لي ادخل كلمة المرور للدخول للبرمجة كلمة المرور اللي وضعناها بالبداية اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 طبعا انا وضعتها للواي فاي و بنفس الوقت اختارها لا اعداد الراوتر بشكل سريع رح نعمل تسجيل دخول ومنلاحظ مباشرة عطاني خريطة الراوتر بشكل عام عم يقل لي جهاز التوجيه متصل بواحد كمبيوتر اللي هلأ انا عن طريقه عن برمج و عم يقل لي انه جهاز التوجيه ماله متصل بالانترنت لا بيسلك ولا بيغير سلك بنزل لتحت شويفي عندي انترنت لان شبكة لاسلكية وما الى هنالك فوت على الانترنت من هذا المكان فيني اعمل اعداد بشكل سريع لموضوع الانترنت ومثل ما ذكرنا انه ما رح يشتغل عندي بسوري عن طريق البي بي بي او اي عندي تبويب اللان بداخله اعدادات الاي بي الخاصة بهذا الراوتر واللي هي 192-168-1-1 فيك تعدلها من هذا المكان وفيك تعدل من وين يبلش دي اتش سي بي يعني توزيع الاي بيات من عند المية لعند الميتين او من عند الخمسين لعند المية وخمسين هذا الشي بيرجاع اليك وكذلك الامر موضوع الدي ان اس فيك تحطه اما تلقاء ياخده من مزود خدمة الانترنت او بتحطه بشكل يدوي وتكتبه بايدك فمثلا في ناس بتحط تماني 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 اللي هو الدي ان اس الخاص بجوجل اكيد ما تنسى تعمل حفظ بنهايتك الاعداد اعداد الشبكة اللاسلكية مندخل عليه بهذا المكان تفعيل الواي فاي بشكل عام او إلغاءها تغيير اسم الشبكة اللاسلكية اخفاء اسم الشبكة الهيد اس اس اي دي اعدادات الامان الخاصة بالشبكة واللي انا بفضله دائما WBA WBA2BSK اللي هو اطوال الخيار كلمة المرور الخاصة بالشبكة اللاسلكية الوضع الخاص للواي فاي واللي هو الوضع الشامل عرض القناة 40 ميجا هيرتز فيه ناس بتفضله 40 و20 طبعا العشرين امتدادة اكبر الاربعين بيكون امتدادة اقل ولكن بتنقو البيانات بشكل اكبر وبالنسبة للقناة يفضل يكون تلقائي في بعض الناس عندهم موبايلات قديمة ما بتشتغل لما بتقلب على القناة 11 او 12 معناتها فيك اتبت قناة 7 65 للموبايلات القديمة ولا تنسى ما تعمل حفظ بنهاية الاعداد التبوي بالاخير الاجهزة المتصلة بهذا المكان متل ما انا شايفين عاطيني انه في جهاز كمبيوتر متصل اما بضيفه للقائمة السوداء مثلا واكيد فيه معلومة مهمة جدا اوعك تضيفه للقائمة السوداء لانه رح ينحضر هذا الجهاز ومعاد تقدر تتحكم بالربيتر او الراوتر لحتى ترجع تفرمته او تدخل عن طريق موبايل تاني او كمبيوتر تاني لحتى تزيل هذا الجهاز من القائمة السوداء وطبعا لفرض اذا ضفته للقائمة السوداء بالقائمة السوداء بهذا المكان تبوي بتلاقيهم هون الاجهزة كلياتهم المحضورين وفيك تلقي الحضار من عليهم نرجع لقائمة العملاء المتصلين ونلاحظ انه فيه شغلة عندي اسم تحديد السرعة طبعا لكل جهاز سيكون فيه تحديد سرعة بضغط عليهم نلاحظ انه فين يحدد له السرعة لهذا الجهاز من كده الى كده ميزة اكثر من رائعة بهالربيتر او الراوتر هلأ برجع للواجهة الرئيسية لهذا الجهاز وكيف فين يحول هذا الجهاز لرينج اكستيندر او موسع اشارة لاسلكية يعني بياخد اشارة لاسلكيا عن طريق الراوتر وبيرجع ببثة لاسلكيا في عندي هالثلاث نقطة الفوق بالزاوية بضغط عليه هون ومنلاحظ انه في عندي عبارة هون الشبكة منلاحظ انه في عندي خيارات كتير بهذا المكان منها قوة الارسال والاي بي تي بي لذلك رح مر عليها بشكل سريع وانتقل لعند وضع التشغيل اللي بديها الرينج اكستيندر طبعا بشكل سريع رح نشحنه قوة الارسال بالبداية منلاحظ انه محطوطة بوضع مرتفع طبعا فيك تخفضها وتخلي انه هذا الراوتر او الراوتر ارساله ضعيف لا لحنا منفضل انه نخليه مرتفع لانه انا بديها يوصل لابعد مكان عندي شبكة الضيوف بهذا المكان فيك تفعل الشبكة وتحط له اسم وكذلك الامر تحط له كلمة مرور وبالتالي بيصير هذا الراوتر عم يبث شبكتين واي فاي وحدة خاصة فيك وحدة خاصة بالضيوف تبويب الاي بي تي في من هذا المكان فيك تحط العدادات الخاصة بالاي بي تي في ولكن متل ما ذكرنا لانظمة الوان الخاصة بانترنت الوان وليس الادس ال الكابل النحاسي ندخل على تبويب الو بي اس واكيد لازم هذا الخيار يكون بحالة تعطيل وما ننسى ما نعمل الحفظ عندي تبويب الاي بي ماك ربط تمام هذا التبويب فيك تربط عن طريقه اي بيات وماكات خاصة لهذا الراوتر وقبل ما انتقل لوضع التشغيل واللي هو المهم اللي بدي يحوله عن طريقه لأكسس بوينت أو ربيتر بدي انتقل عند الاعدادات الاضافية مباشرة بعدين برجع لوضع التشغيل طبعا هي اعدادات اضافية خاصة بالواي فاي متل ما انا شايفين وفي اهم اعداد انا لازم فعله هو ال WPNP تمام هذا الوضع خاص للناس اللي بيشتغلوا ببرامج التورنت تبادل الملفات عن طريق التورنت لازم يكون هذا الوضع بحالة تفعيل وبعمل حفظ وهلأ بنتقل لوضع التشغيل وهو اهم نقطة بهذا الفيديو انه كيف في نساوي رينج اكستيندر او اكسس بوينت بضغط عليها مدل ما اننا شايفين عمل لي شو هو وضع الراوتر بضغط عليه من لاحظ في وضع نقطة الوصولة اللي هي اكسس بوينت ووضع موسع النطاق اللي هو الرينج اكستيندر واللي هاد اول شي بدي اشتغيل عليه بمجرد اخترته رح نلاحظ انه اعطاني الشبكات اللي موجودة بمحيط المكان عندي والقوة الاشارة الخاصة فيها عندي اشارة اكس هي بجواري واللي هي الراوتر الخاص فيني رح اضغط عليها اتصال باللي ادخل كلمة المرور الخاصة بهالاشارة هاي اللي اسمها اكس بمجرد كتابة كلمة المرور بضغط على اتصال ومنلاحظ انه تم الاتصال بنجاح وصار هذا الراوتر او الراوتر مكرر اشارة طبعا رح نلاحظ هون رمز الاتصال متل ما اننا شايفين رح يعطيني انترنت مباشرة شايفين كيف الرمز صار على شكل جهاز الكمبيوتر انه فيو انترنت واضافة اذا بشغل الواي فاي رح نلاحظ انه في شبكة اسمه نيتر وشبكة اسمه اكس بالتالي هو صار يعطيني انترنت عن طريق الكابل وكذلك الامر عبيعطيني انترنت عن طريق الواي فاي ولما بروح على الواجهة الرئيسية منلاحظ انه اعطاني اشارة صح انه متصل بالانترنت طبعا عن طريق راوتر بشكل لاسلكي ومنلاحظ انه في بعض الاعدادات تم تعطيلها من تلقاء نفسه وخلالي شبكة الواي فاي لحتى ادخل عليها وعدل الاعدادات الخاصة فيها او كلمة المرور الخاصة فيها ونفس الكلام لما بدخل عن طريق التلات نقطة لهون وبدخل على الشبكة رح لاحظ في امور تم تعطيلها مثل الو بي ايس والاي بي تي في وهلأ رح ارجع ادخل على الشبكة ومن ثم ارجع انتقل على وضع التشغيل لحتى اقلب هاد موسع الاشارة لأكسس بوينت لماذا يستخدم الاكسس بوينت؟ احياناً يكون الراوتر بمكاني بعيد كثيراً لا بتوصل نقطة الواي فاي لعنده نهائياً بالتالي انا بطر اني اوصل بين الراوتر والربيتر كابل شبكة بيطول مثلاً خمسين متر خمسة وسبعين متر بالتالي انا هذا الجهاز بيستخدمه كنقطة يتوصول وقبل ما يقوم باعداد هذا الراوتر كأكسس بوينت عندي الكابل الابيض متل ما اننا شايفين موصول على اللابتوب وبالاضافة قمت بوصل كابل الرمادي متل ما اننا شايفين وصلته على الراوتر لانه انا بدي ساوي اكسس بوينت نقطة اتصال عن طريق راوتر ابعيد اذا الكابل الابيض ضروري فقط اثناء الاعداد بعد ما انتهي من الاعداد بكفي الكابل الرمادي ليشتغيل كأكسس بوينت فمثلاً إذا دخلت على الواجهة الرئيسية لهذا الراوتر أو الربديتر يدخل على الشبكة وبنتقل عند وضع التشغيل ومن هذا المكان يختار وضع نقطة الوصول كما ترون بعض ما اخترت نقطة الوصول سيعطيني نوع الخط DHCP أو IP ثابت وأنا صراحةً أفضل أن يكون IP ثابت بحيث أن الـ IP الخاص بالراوتر هو 1.1 والأكسس بوينت الأول هو 1.2 والأكسس بوينت الثالث هو 1.3 و 1.4 كلما أضع نقاط الوصول أكثر لذلك سأختار لـ IP رقم 2 ومن هذا المكان سأختار البوابة 192.168.1.1 والذي هي الراوتر الرئيسي وبالنسبة للـ DNS إذا تحب أن تضع الـ DNS في جوجل هل ترون هذه الإعدادات يا شباب؟ في هذه الطريقة سيكون أعدادته كأكسس بوينت الآن إذا فرضت عندي أكسس بوينت الثانية في هذا المكان سأضع رقم 3 أو رقم 4 على حسب عدد الأكسس بوينت اللي رح ركبهن على الراوتر الرئيسي وأكيد البوابة رح تكون هي الراوتر الرئيسي اللي عندك اللي هو الـ IP الخاص فيه 1.1 بعد ما بنتهي بضغط على عبارة حفظ بتم حفظ الإعدادات كليا وإذا بتحب إخروج من الصفحة كليا ورجع دخول على العنوان nets.cc وأكيد منوضع كلمة المرور اللي وضعناها بالبداية وهلأ سارع بيشتغل كأكسس بوينت بياخد الانترنت عن طريق الراوتر عن طريق الكبل وبيرجع بيوزعها مثل ما أنا شايفين عندي الشبكة اللاسلكية كمان فيني أعمل له إعداد كامل وغير كلمة المرور والباسورد الخاصة فيها ولما بدخل على الشبكة رح لاحظ أنه قوة الإرسال شبكة له ضيوف الـ WBS كلياتهم شغالين مع عداء الـ IP TV وهلأ يا شباب عن طريق الثلاث نقاط رح انتقل عن تبويب تاني اسمه التطبيق طبعا في حال كان شغال كراوتر رح نلاحظ جميع هذول التطبيقات شغالين وفيني يضيف بقلبه VPN لهذا الراوتر وبالإضافة فيني أعمل تحكم بالوصول للإنترنت لأفراد العائلة كليا ولكن هاي الأمور ما بتتفعل إلا ليكون راوتر نظامي عن طريق الوان برجع عن طريق هذول الثلاث نقاط وبدخول على الأدوات بهذا المكان يا شباب الأدوات الخاصة بإعداد الراوتر بشكل عام كلمة مرور الإدارة من هذا المكان فيني غير كلمة المرور للدخول لبرمجة الراوتر اللي وضعناها نفسها تبع الواي فاي عندي تبويب جدولة إعادة التشغيل بهذا المكان فيني أوضع وقت معين لأنه يعيد تشغيله من تلقاء نفسه بأيام معينة هاد الريبيتر أو الراوتر بحيث إذا كنت خارج البيت أو بمكان بعيد من تلقاء نفسه بيعيد تشغيله مثلا كل يوم سبت الساعة 12 ليلة كذلك الأمر عندي إعداد الوقت الخاص فيه فيك تجهزه بشكل يدوي أو عن طريق الانتي بي بحيث أنه ياخده من تلقاء نفسه عن طريق النيت تبويب الاستعادة من هذا المكان ستتم إزال جميع معلمات التكوين محفوظة بواسطة نفسه سيتم إعادة موجة إلى حالته الأولية إذن إعادة ضبط مصنع من هاد التبويب عندي تحديث البرنامج الثابت فيك تاخد اسم الراوتر وتروح على موقع نيتس وتاخد أحدث فريموير خاص فيه طبعاً فيه تحديث عن طريق الجهاز نفسه وفيه ترقية عن طريق الانترنت بحيث من تلقاء نفسه يبحث على الفريموير الخاص فيه ويتحقق من وجوده على الانترنت ويحثه من تلقاء نفسه بالإضافة فيك تاخد نسخة احتياطية عن جميع الإعدادات اللي أنت ساويتها بتعمل نسخ احتياط وتحفظ فيها على جهاز الكمبيوتر بحيث أنه إذا صار في مشكلة على الراوتر أو الربيتر تستعيد دول المعلومات وترجع كلمة المرور والأجهزة المحظورة وما إلى هناك مباشرة على الراوتر باقي ما تبقى هو سجل للنظام وأدوات التشخيص إذا كان فيه أعطال بالنت أنه شو المقطوع عندك وكابل النت ولا كابل الشبكة وما إلى هناك ومعلومات جهاز التوجيه بشكل عام الاسم رقم الموديل الذاكرة وما إلى هناك من مواصفات خاصة بالجهاز وهيك يا شباب منكن تعرفنا وتعلمنا على طريقة إعداد راوتر نيتس إما كأكسس بوينت وإما كرينج إكستيندر شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية